لأن اللبنانيين يعرفون كيف يبتدعون من كل أزمة مواقف مضحكة موجة نكات عن عملية الخطف تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تقرير جون أخول يمكن بيفكر البعض أنه إطلاق النكات بوقت الأزمة قلة اهتمام أو قلة عقل بس اللبناني ما سمح له أنه يضحك على الوضع يلي فعلا تخط حدود المعقول مع مشاهد السلاح والخطف بالشوارع يلي أصبحت من الفولكلور الأسود اللبناني ولأن الضحك بهيك حالات بيبى أفضل حل بانتظار حلول سحرية نكبل لبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة حصيلة عمليات الخطف يلي وصلت نتيجتها لثلاثين لمنتخب آل المقداد الجناح العسكري مقابل واحد للخاطفين السوريين هالأزمة المفاجئة خلت البعض يعتقد أنه العراضة المسلحة بالشوارع صارت تتخول آل المقداد يطالبوا بمقعد دائم بمجلس الأمن من كتر ما تم الحديث عنهم على تويتر حتى أصبحوا ويرد تريند أو من أكتر الأحاديث تداولا الأمر اللي خلى بعض الناس تلوم أجديدة لأنه ما قال لفيت مجالس عسكرية بزماناتها بوقت تحسر البعض على أنه الوحيد اللي ما عنده جناح عسكري بلبنان هو الحكومة يلي بقيت غايبة عن السماع اللبنانية بتدعوا لحالهم جناح تاني إلى جانب الجناح العسكري لقال المقداد وتخوفوا من أنه بها الجناحين يطير الوطن من بين إيديهم بين جناح عسكري ومجالس عسكرية تشبه تركيبتها بإحدى النكة حلف شمال الأطلس أما بالنسبة لمغادرة الرعاية فنقل بعض اللبنانية بيان مفترض لوزارة السياحة تطلب فيه من الأجاني بيبقوا بلبنان لكانت غطت مصاريف حملة السياحة يلي طارد تحت وقع الأزمة وصار اللبنانية يصبحوا على بعضهم بالنشيد العشائري وحتى بالأكل كان في محلة ضحكة على مواقع الإنترنت لأن الشعب اللبنانية اللي عم يأكل كل وهلة أكبر من الثانية عارف كيف يتخطها الأزمات الموجعة بدحكة ونكتي وبين الوهلة ومكداد ألف صحتين ترجمة نانسي قنقر